تسعين مليار دولار يا معلم جاي من اين? من عند الخليج. وبعدين يقول لك في السعودية من معلومات اللي عندي بتطلب من دول الخليج اللي هي تبعها تحديدا الكويت يقول لحد يكذبني انها ما تصرفش على شعبها عشان ما تكشفش عجز السعودية في التعامل مع شعبها. شوف الضغط وصل لفين? يعني زمان كنت اسمع يقول لك والله السعودية بتضغط عالكويت عشان الديمقراطية. وبعدين خلقت لها اجنحة في الصحافة الكويتية عن طريق محمد بن زايد. دلوقتي في صحافة اماراتية ممولة اماراتيا صحفيين وبرامج تلفزيونية. واتنين اربعة بيطلعوا بيقبضوا جامد جدا داخل الكويت. يعني الكويت مخترقة. اقولوا وعلى عهدتي. بص على البرامج بص على فلان وفلان وفلان وهلوم لو كانت بتواملكين قبل كده. اللي كانوا بيروحوا السعودية وبيسلموا على سلمان ومحمد بن سلمان وشاف ايه? يقول لك ايوا احنا بندفع عن السعودية. دفع ايه? انت قابضوا السعودية. انت اي حاجة بتحدى ع سعودية انت بتقف ضدها. يعني انت انت مش كويتي في الحالة دي. لان لو حد شتف في السعودية بتحبس في الكويت صح? لان لو حد شتف في القاتل ما بتحبش. اللي انا عاوز اقوله مش تدخل في الكويت. ان السعودية بتضغط على كل الدول وبقوة وبالذات الدول اللي فيها فائد مالي علشان ما يزهرش عبعة انها مجوعة شعبها. فمن ضمن الخطط لو سمحتم ساعدونا في حرب الايام. لو سمحتم ايه خففوا شوي. لو سمحتم ارفعوا البنزين. احنا نرفع انت ترفعوا. والله العظيم على الساس. وبعدين ياخدوا ده كله. وياخدوا منهم دعم. والدول مين? لترامب. انت فاكر حكاية ترامب. انت عارف المشكلة ما بين قطر والسعودية في جزء منها كان ايه? انت فاكر لما الجبير قال اه يقصد قطر ادفعوا انتوا يا قطر صح? مكانش يقصد قطر ولا حاجة يا وزير الخارجية لترامب. كان دوسة السعودية. بلهم هاتوا الفلوس اللي عليكم. فقال قطر تدفع. بقية مش قطر يا حبيبي. وراحلوا للكويت وقال لها ادفع معانا. ولزلك المشهد اللي انت شايفو ده مش مشهد استقرار ولا مشهد استمرار. ده مشهد استحمار لحين وقوع الواقعة التي ستأتي على الاخضر والنفس.